قضايا ثنائية وإقليمية شكلت محور مباحثات القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هوت رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطا في مقدمتها تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الرباط وواشنطن والتعاون الأمني لمحاربة الإرهاب تاريخ العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة يعود إلى فترة استقلال الولايات المتحدة حيث كانت المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة نثمن الدعم المغربي المستمر للقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام في الشرق الأوسط والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية هوت وفي مؤتمر صحفي عبر عن ارتياح البيت الأبيض لتطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية ودعا إلى مزيد من التعاون الاقتصاد بين البلدين بعد إطلاق أول رحلة جوية بين تل أبيب ومراكش كما عبر عن أمله في رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري هناك توافق مغربي أميركي حول ليبيا نرغب بمغادرة القوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن ووقف دعم الميليشيات والحرب بالوكالة نرغب بانتخابات تؤدي إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي بأكمله وهذه الحكومة ستقرر طبيعة أي تعاون أمني مع أي دولة كانت لذا سنستمر بالعمل والضغط لضمان حصول ذلك ومغادرة القوات الأجنبية زيارة جوي هود للمغرب جاءت برأي بعض السياسيين تعزيزا للعلاقات المغربية الأمريكية خاصة بعد تأكيد هود على عدم تغيير إدارة بايدن موقفها من قضية الصحراء الغربية ودعمها للحل الأممي إدارة الأمريكية بشكل عام لا تغير من مواقفها يعني بغض النظر أنه اليوم هناك رئاسة ديمقراطية في البيت الأبيض علاقة التاريخية بالمغرب والولايات المتحدة الأمريكية أنها كانت أقصى ستستمر وستستحسن ولم تتغير يوم ما مع تغيير رئيسها ضمن التعاون المغربي الأمريكي أيضا قال هود إن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود المغرب للقضاء على جائحة كورونا عبر إمداده بجرعات اللقاح من نوع جونسونان جونسون مباحثات جوي هود في الرباط لم تقتصر على ما هو سياسي بل تعدس إلى ما هو اقتصادي لتنمية المبادلات التجارية بين الرباط وواشنطن خاصة وأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية عبد الحيل بقالي الحرة الرباط اشتركوا في القناة